ثالثاً التنبؤ بالعرض ويعد التنبؤ بالعرض من العمالة الوجه الثاني والمكمل لعملية تخطيط الموالد البشرية ويتطلب الأمر بالنسبة لهذه المرحلة القيام بما يأتي أولاً تحليل عوامل البيئة الخارجية المؤثرة على العمالة ثانياً تحليل العمالة الحالية ثالثاً تحليل العمالة في فئات العمر المختلفة رابعاً تحليل سياسة الترقية وهيكل التنمية الإدارية خامساً تحليل ظاهرة الغياب وسادساً تحليل معدل الدوران رابعاً تحديد الفائضة والعجز من العمالة ويقصد بذلك تحديد كل من الفائضة والعجز الكمي في العمالة وأيضاً تحديد الفائضة والعجز النوعي في العمالة ويتم التوصل إلى ذلك عن طريق مقارنة العمال المطلوبة بالعمالة المتاحة المعروضة جيم تحليل الوظيفة يقصد بتحليل الوظائف الإلمام الشامل بتفاصيل كل وظيفة عن طريق الدراسة العلمية لكل منها على حدة وملاحظة وتسجيل الحقائق التي توضح واجباتها ومسؤولياتها والظروف المحيطة بها والشروط الواجب توفرها في من يشغلها على أن تفرق هذه المعلومات في كشوف تحليل الوظائف تمهيداً لتوصيفها أما وصف الوظائف فيعني التسجيل المنظم لأبعاد الوظيفة ومكوناتها الأساسية والعوامل المحيطة بها في بطاقة أو كشف خاص لوصف الوظيفة كمستند لتعريف الوظيفة بحيث يعكس عوامل التقييم الداخلية في تكوين الوظيفة ومهامها وواجباتها ومسؤولياتها والحد الأدنى من مطالب التأهيل اللازمة لشغلها ويرتبط نجاح تحليل وتوصيف الوظائف بمجموعة من الاعتبارات أهمها حسن اختيار وإعداد القائمين بعملية تحليل وتوصيف الوظائف ثانياً يجب أن يعكس اسم أو لقب الوظيفة جوهرها التي يمثلها والتخصص الأساسي الذي تقوم بتحقيقه ثالثاً يجب أن يكون الوصف مطابقاً للواقع الفعلي رابعاً تأكيد صحة ودقة البيانات التي تستخدم أساساً لعملية تحليل وتوصيف الوظائف خامساً يجب أن يكون هناك تمهيد للعاملين عن طبيعة هذه الدراسة والفوائد التي قد تعود عليهم من إتمام وصف الوظائف سادساً توافر تدعيم وتأييد كامل من جانب إدارة المنظمة لمثل هذه العملية الشبه الدورية دال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب أولاً الاختيار والتعيين يقصد بالاختيار والتعيين ذلك النشاط الإداري الذي يتعلق بالبحث عن المهارات المطلوبة للمنشأة وحث الأفراد الذين تتوافر لديهم الاشتراطات للتقدم للوظائف الشاغرة تمهيداً لاختيار أفضل مهارات للعمل بالمنشأة المعنية وتعد سياسة الاختيار من أهم سياسات الأفراد للعوامل التالية أولاً تعد مفتاح دخول العنصر البشري إلى التنظيم أو المنشأة ثانياً تحدد كفاءة الاختيار كفاءة الإدارة على تصميم باقي السياسات الأخرى الخاصة بالأفراد ثالثاً ترتبط مدى كفاءة تحديد احتياجات المشروع من التدريب مستقبلاً بمدى كفاءة تطبيق سياسة الاختيار للأفراد رابعاً تؤثر سياسة الاختيار في فرص الترقية مستقبلاً خامساً تؤثر كفاءة الاختيار على معدلات الدوران ومعدلات فاقد العمل سادساً الارتفاع المتزايد في تكاليف العمالة يجعل من الضروري التركيز على اختيار أنسب المهارات الإنسانية التي تتلاءم مع الوظائف الزايدة والعمال الناقصة في بعض القطاعات سابعاً تؤثر فشل أو يؤثر فشل سياسة الاختيار كثيراً على مستوى الكفاءة الانتاجية للمنظمة ثامناً تؤول كثير من مشكلات العمالة المتاحة إلى سوء سياسات الاختيار والتعيين المتبعة في المنظمة الترقية والنقل أولاً مفهوم الترقية يقصد بالترقية انتقال العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى ذات مسؤوليات ومهام أعلى وبالتالي ذات راتب أعلى حالياً أو مستقبلاً أسس الترقية هناك أسس عديدة للترقية تتبعها المنشأة أو المنشآت المختلفة منها أساس الأقدمية حيث يتم المفاضلة من بين الأفراد في مجال الترقية على أساس أقدميتهم فالأقدم له الأولوية للترقية للوظيفة الشاغرة ثانياً أساس الكفاءة في الوظيفة الحالية ولا شك أن الترقية على أساس الكفاءة سليم ومرغوب فيه من الناحية النظرية ولكن عملياً يعتري هذا الأساس صعوبات كثيرة إذ ليس هناك مقاييس دقيقة موضوعية لقياس الكفاءة كما أن الاستناد إلى هذا الأساس كثيراً ما يكون مرفوضاً من العاملين لخوفهم من اعتبارات التملق أو المجاملة أو المحسوبية